نيجي للرسمة التالتة. الرسمة التالتة لاحظ السطر الاول في داش داش تلاتة اربعة خمسة. باجي باطبع خمس وحدات بمحي هذا. باجي باطبع خمسة داش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام. هنلاحظ مباشرة انه هنا في عندي تقريبا اه اكمس بيس قبل. احنا بنخلي لحد ما يلزمنا وبنحطه. هنا لاحظ انه في ايش بعدها فراغ وكلمة هلو وباكورد سلاش. نيجي هنا نعمل كمان سطر. نعمل بعدها كلمة هلو. بعدها وقلنا ما بنفعش احطها لحالها. لازم احطها جنب بعض عشان يفهم. طبعا هنا بحط بحيث انها تيجي على قد المسافة. تعالوا نجرب نشغل. الشكل هذا تقريبا نفس الشكل تابعنا. تقريبا نفس الشكل تابعنا. تمام. السطر اللي وراه في عندك علامة الاصغر. تمام. اه وفي عندك تقريبا اتنين او واحد اتنين وكلمة جونيور وسلاش عمودية. نيجي على البرنامج نفس الفكرة. في عندي علامة الاكبر او علامة الاصغر. كلمة اه جونيور. وفي عندك اللي هي سلاش عمودية. هل هي بالشكل هذا? تعالوا نجرب نشغل. تمام هي بالشكل هذا تقريبا. طيب ماشي. نيجي للرسمة كمان مرة. في عندك كلمة كودر علامة تعجب وفورورد سلاش. نيجي بنعمل للسطر هذا نفس بنعمل اللي قلنا بنحط انتين جنب بعض وكلمة كودر وعلامة تعجب وبنعمل سلاش. غاية. تعالوا نجرب نشغل. هل الشكل هذا طلع نفس الشكل اللي عنا? اه بس بيضل ايش? اخر سطر. نفس اول سطر بالزبط تقريبا. تمام? هيطلع معنا الرسمة التالتة نفس الشكل اللي موجود معنا. اذن الفكرة في الموضوع اللي بدنا نعرفها انه اي رسمة من الرسومات اللي موجودة معنا ممكن احنا نرسمها باستخدام جمل الطبعة. طبعا هنا في ملاحظة انه بامكانك تستخدم لحالها. يعني هادي الجملة ممكن تستخدم خمس جمل لحالها بحيث انك تطبع هادي برينت وهادي برينت وهادي برينت لانه برينت بتطبع لك ايهم جنب بعض. تمام? فممكن تستخدم لكل كاركتر من هدول جملة برينت. لكن بتريحك من الموضوع. هادي الفكرة من الرسومات اللي موجودة عنا. تمام?